أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق تطرقت إلى مساع استعادة الأمن في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وفقا للخارجية العمانية وعقد بن علوي جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوري وليد المعلم وزار المعلم مصقط مرتين على الأقل منذ اندلاع الحرب في سوريا بينما يعتبر بن علوي الوزير الخليجي الوحيد الذي زار سوريا في السنوات الثماني الأخيرة للحديث عن هذا الملف ينضم إلي الخبير في شؤون الشرق الأوسط السيد أليف صباغ مساء الخير لك سيد أليف مساء نور على وسائل في البداية هل هذه الزيارة يمكن أن تقرأ تمهيدا لربما لعودة العلاقات الخليجية مع سوريا وما هي تبعات هذه الزيارة؟ أنا باعتقاد هذه الزيارة هي أولا وقبل كل شيء بسبب أن عمان هي الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها مع سوريا وبقي السفير العماني موجود في سوريا وبالتالي إذا ما كان هناك أي وسيلة للتواصل بين العرب وسوريا لابد أن يكون عن طريق عمان عمان في مثل هذه الزيارة باعتقادي أنها تحمل رسائل ربما تحمل رسائل من دول عربية أو أمريكا فلا يجوز أن نعلق أمال على هذه الزيارة أكثر من ما تحمله من رسائل وهذه الرسائل على ما يبدو مباشرة إلى الرئيس الأسد وبالتالي التقى وزير خارجية مع الرئيس الأسد ولم يحتفي باللقاء سيد أليف هل تعتقد بأن عمان قامت بهذه الخطوة بشكل مستقل؟ يعني أم جزء من تنسيق خليجي وبالنيابة عن بعض الدول الخليجية؟ لا أعتقد أنها قامت بهذه الزيارة بشكل مستقل ولو لسه بالضرورة أن تكون نيابة عن دول خليجية كما قلت ربما هي عن دول غير خليجية عمان هي الوسيلة في الوقت الحاضر وعمان تريد أن تلعب دورا في هذا المجال عمان تريد أن تلعب دورا بين سوريا وإسرائيل تماما على الرغم من أن عمان تربطها علاقات جيدة مع إيران فهل يمكن قراءة هذه الزيارة كمحاولة لإبعاد سوريا لربما عن محور إيران؟ لا أعتقد أن عمان تتدخل بهذا المجال ولديها القدرة أن تتدخل في مثل هذا الموضوع عمان ربما كما قلت تحمل رسائل من دول أخرى وربما تكون إسرائيل إلى الرئيس الأسد وليس بالضرورة من دول خليجية عمان لديها هدف في الوقت الحاضر أن تلعب دورا في ما يسمى أزمة الشرق الأوسط وذلك فتحت لها سفارة في رمالة من أجل أن تصل إلى تلعب وبالتالي تقوم بهذه الأدوار قامت قبل فترة بحمل رسائل من أمريكا إلى إيران وفشلت في ذلك وربما تحمل هذه المرة رسائل من إسرائيل إلى سوريا ولا نعرف بعد نتائج هذه الرسائل الخبير في شؤون الشرق الأوسط السيد أليف صباغ شكرا جزيلا لك